يعني انت دلوقتي ما بتقول محمد ينيدي او علاء وليه الدين او احمد ادم او او غيرهم من الكوميديانات المتقلقين اللي موجودين دلوقتي في حاجة ان انت ما بتتحكش عليه انت بتتحك معاه تفرق كتير جدا ودي حاجة مهمة جدا فانا يعني انا ضد ان دايما بنعمل الكوميديا انها بقت شيء يعني اصل لا اصل انت بتلعبش كوميدي في حاجة مبهرة لا اللي بلعب كوميدي موجود ولا ما بلعبش كوميدي موجود وعلاق وليه الدين لو ما لعبش كوميدي فهو ممثل جيد جدا هينيدي لو ملعبش كوميدي يعيبقى مص جاية جدا وده اتضح تحديدا في مشاهد كتير في همان في ماماستردام. ادم نفس الحكاية يعني بس هي الموضوع ان يبقى فيه برس سنريبات. بس ما فيه تخصصات يا احمد مش كده. يعني تحس ان بقى خلالك دلوقتي فيه تصنيف. يعني بعيدة عن ناس كان التصنيف ده شيء صح ولا غلط. التصنيف ده مش غلطت نحن. لا انا عارف لا انا ما بتكلمش على كده. التصنيف ده عادة ما بيجي من الناس. يعني ما بتقول احمد ادم. اشرف عبدالباقي. محمد هينيدي. علاءة ولي الدين. الناس اوتوماتيك بيتروح مخهم للكوميديا. مع ان انت نفسك اكد انهم امكانياتهم كويس. وبيجي برضو من اه ظروف محيطة اهمها ودي يتكلم عليها بقى دكتور محمد صناعة. ان دلوقتي انا مسلا يعني ما عرفش. بس دكتور محمد ممكن انا عندي دلوقتي علاءة لدين فرسير. او فلان كوميديان. يعني فلان كوميديان. هل مسلا فيه قدرة دلوقتي ان انت تجازف فيه. وتعمله فيلم هو عنده الرغبة. بس عندك القدرة ان تجازف فيه تعمله فيلم رومانسي كوميدي لايت مسلا. بس الخط الصراع الدرامي الاساسي اللي موجود الخط الرئيسي اللي موجود بخط تيمة رومانسية مسلا. مع دي برضو اخطاء نتحمل جزء منها واخرين نتحمل جزء منها. انا فاهم اصلا. طب فعلا بقى نعرف ان دكتور محمد. يعني هل هل فعلا ممكن نلاقي الفنان مسلا اه محمد هنيدي او علاء والدين او اشرف عبد الباقي او احمد ادم او بقيت الكوميديانات بيلعبوا ادوار بعيدة تماما عن الكوميديا وحضرك شخصيا او العدل الجروبي يتحملوا مسؤولية تقديم هذا العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا وارد. بس مش وارد لان يعني ان هم يقدروا يعملوا ده اه ممكن يعملون. لكن الجمهور مستني منك حاجة. وبالتالي بيبقى يعني لو جيت هشوف مسلا همان في مستردام هلاقي هنيدي عنده مشاهد انسانيا. اه. والناس تفاعلت معها فعلا. والناس تفاعلت معها. وطالما ان انت اه عمل المشهد الانساني ده. والناس تفاعلت معها ما دي حكيتشي. فهو ممثل يستطيع ان يؤدي هزا النمط. لكن الناس مستنيها من هنيدي انها تضحك. بشكل كامل. مصبوط. ان انت تديله عكس ما هو متوقع بشكل كامل دي بتصدم الناس. لكن ممكن تحط مشاهد متضفرة في قلب الموضوع. بالشكل ده. وقدام شوية يقدر يعمل ده. لان عندنا مسل لذلك الفنان عادي الامام. عمل اه كوميديا بشكل. ثم تحول الى ادوار اجتماعية وتراجدي وبشكل انساني وكل الكلام ده وناس تقبلته. فده وارد انه يحصل سواء من هنيدي سواء من علاء سواء مدام الممثل ممثل. الممثل يستطيع ان يؤدي اي دور طالما هو ممثل. اصلا مش خاصاتي. فيقدر يعمل هذا الشكل. لكن انت بتديله او هو بيدي روحه تلاتة اربع خمس افلام يزبط فيها نفسه. في المنطقة دي وبعد كده يستطيع انه ينوع. طب خير